ورجعنا بعد الفاصل وبعد ما شفنا الشباب الجميل وشباب اللي زي الورد بس نحب نصبح على مشاهدين وقول لهم صباح الفل والخير والأمل والتفائل وكل حاجة حلوة وقبل ما نبدأ في فاكرتنا النهاردة لازم أرحب بصديقي وزميلي أستاذ محمد علي إزايك عامل إيه؟ الله سلامك أبو شمال إيه الأخبار كمام والحمد لله بخير إيه رأك في الشباب النهاردة؟ لا ما شاء الله شباب يعني شباب محترم وشباب وثق من نفسه وقدي المسئولية ورفع رأسنا النهاردة ما شاء الله بفقراتهم الجميلة اللي قدموها لنا النهاردة وطبعا ده كله بفضلك أنت مهنس طوان بجد بحب بشكر أولا وأخيرا طبعا ربنا في الأول ثم أقدرت كناة الصحة وجمال والمخرج الجميل وكل فريق العمل وحب بشكر الشباب الجميلة بحب بشكر طبعا في الأول آخر فخامة الرئيسة عفتاح السيسي دايما بيدعب الشباب دايما بيديهم طاقة دايما وقيف جنبهم دايما بيحفزهم وطبعا لازم ندعم كل الناس اللي بتعمل كده مع الشباب سواء بطريقة ظاهرة أو بطريقة غير ظاهرة فإحنا دايما بنفرح بالشباب اللي بتظهر دايما بنفرح بالشباب اللي عندها طاقة اللي بتجري ورحل معها اللي بتسعر ورحل معها شفنا أول فكرة تكلموا فيها عن مرادونا مرادونا ده برضو كان في يوم من الأيام حد يعني مش معروف ما كانش عنده طاقة وأمل بس هو بالاجتهاد وصل لها باش مهندس وصل يعني بقى وصل لبلد الكاس العالم الحدد لوقتي برغم النجاحات الكبيرة اللي قدمها ليوني الميسي إلا إنه برضو ما قدرش وصل منتخب الكاس العالم زي مرادونا خلاهم جابوا كاس العالم يعني ووصل يعني بقى نجم كبير وهو حصل على أفضل لعب للعالم ووصل لمنطقة مرموقة يعني كل اللعيبة بتحلم بيها الحدد لوقتي وفي نفس الوقت بقى أسطورة يعني أسطورة حول العالم صح وده بفضل طبعا يعني بغض النظر عن يعني إن مرادونا يعني حصل معاه بعض المشاكل إلا إنه هو كان موهوب وقدر يهندل ده يعني نقدر نقول له هو سعى وجيري وراء حلم وراء حلم وهدفه وعمل تاريخ لنفسه وتاريخ لبلده وشرف بلده صح الفكرة التانية كان معنا برضو بيكلمه عن مين الفدانة كبيرة كبيرة مختار صح الله يرحمه طبعا ويحسن إليها طبعا دي كانت كود ولينا كلنا وأم الكل المصريين وبرده كانت فيهم الأيام عندها حلم وساعد وراء وهكذا برضو اتكلمنا عن الجميل والموزية والعلامي الكبير وممثل عمر سبيل الهدف يا شباب إن إحنا نسع وراء حلمنا ايوها تيأس هو حد يقولك أنت فشل وتصدقه هو حد يقولك أنت مش نفع هو حد يقولك لا أنت لازم تعمل كذا شلو ما عملتش كذا مش هتنفع إنسى مثلا بتاع حب كل اللي أجابك والبس اللي أجيب الناس مفيش الكلام ده أنت لازم تسع وراء حلمك اسع وراء هدفك اسع وراء كل حاجة أنت بتحبها ده هيديك طاقة وهيديك أمل وهيديك حاجات كتير في حياتك بعد كده النجاح ما بيجيش بالصدفة النجاح ما بيجيش عمره ما النجاح جي بالصدفة النجاح بيجي بالاجتهاد بيجي بالتركيز بيجي بالمذاكرة بيجي بالتعب كل ما تتعب كل ما هربنا هيديه لك زي ما شوفنا الشابير زي الوردي اللي كانوا نهارده منورين الحلقة كلهم كانوا بيسع وراء حلمهم كلهم كانوا بيسع وراء هدفهم كلهم كانوا بيسع وراء حلم هم حلموه وهدف ليهم وطاقة لحد ما وصلوا آه بعد ربنا في ناس ساعدتهم ونس وصلتهم وقلنا نشكر كل الناس طبعا اللي ساعدتنا على كده بس هم وصلوا وصلوا لهدفهم وصلوا في النهاية لأنهم بأمانة يعني شباب مجتهد جدا وطموح وكان قد المسئولية يعني وكان جايين بصراحة يعني عايزين يوصلوا للمنطقة معينة والحمد لله بفضل الله وصلوا لها وشرفونا وشرفوك باش مواند تقوله ويرجع لفضل يعني بعد ربنا لحضرتك يعني نشكر كل الناس طبعا هم اجتهاد وطاقة وامل وفرحة وبهجة هم نفسهم وصلوا للحاجة اللي هم عايزينها للهدف اللي هم عايزينه حابة توجه كلمة للشباب اللي لسه سايبة نفسها للنصيب وللحظ وللصدفة حابة توجلهم تقولهم ايه انا احب اقولهم بس زي ما حضرتك قلت طبعا يعني ما تسمعش الحد اللي هو بيقولك يعني مش هتقدر مش هتعمل ده كسيل اللي هو مش عايز يجرر حلمه لا ده عايز يوصل يعني تجيله الفرصة على طبق من دهب لكن انت اجرر حلمك صدق يعني يعني ما تسمع لهش واحدة واحدة هتوصل لحلمك وربنا يعني ربنا ما بيسبش حد ساعة تمام فانت اوصل لحلمك بس يعني وخليك طموح الطموح طبعا بيوصلك لأبعد حدود ممكن يوصلك يعني ممكن ممكن تبقى تحلم بحاجة ووصلك اكبر واكبر واكبر كمان طول ما انت طموح هتوصل صح يبقى هدفنا النهاردة الطاقة والامل والطموح طبعا ربنا في الاول والاخر قبل ما احب اشكرك قبل ما اختيب حياتنا احب اشكرك بجدس محمد نورتيني احب اشكر كل ادارة صحة وجمال كل القناة وكل حاجة النهاردة قدم لنا بطريقة كويسة ناس محترمة جدا ربنا وفقهم وقالتنا لهم كل خير احب اشكر شبابنا والناس اللي كنتم يقولون نهاردة على هوا احب اشكر ربنا طبعا في الاول اخر بجد احنا كنا مستمتعين احنا كنا معاكم النهاردة ومستعمين احنا كنا يا رب نكون ضيوف خفاف على قلبكم ويا رب نقدرنا نفتكم وبجد بش مهندس انا سعيد بمعرفتك وسعيد بنا كنت معاكم النهاردة انا والله اسعد لبش مهندس واتشرفت جدا بمعرفت حضرتك لان انت يعني ما شاء الله من النمزج اللي يعتدي بها بجد ويعني ما شاء الله عليك ربنا يعني يوفقك اكتر واكتر ومن نجاح نجاح ان شاء الله بجد احنا كنتم يتسلم لي واحب اشكر كل ادارة الصحة وجمال وعلى رأسهم مستر ناصر الشهد والمخرج الجميل واحب اشكر مستر سيد رجب وسيد سورو سيد نجيب وكل الناس الحلوة دي وبجد كنتم سمتع معاكم النهاردة واكيد هنتقابل تاني وهنتكلم في موضوع مهم تانية مع شباب جميلة وشباب جديدة وطاقة جديدة شكرا لحضراتكم